ويمكن هنا النموذج ده أنه دايماً حابب أنه نحطه عشان نفكر نفسنا ده منطقة يعني مشهورة جداً في مدينة المينيا منطقة عشاش محفوظ كان الشكل زي ما حراركم شايفينه قبل التطوير قدرنا أنه ندخل ونزيل هذه المنطقة ونبني مكانها وحدات حضارية رجعنا فيها أهالي المنطقة بالكامل نفس الكلام عملناه في مدينة العمال أيضاً في المينيا دي كلها نمازج للي بيحصل على مستوى مصر ولازم كلنا إحنا ساعات أحياناً ما عليش نقاسب نقول بننسى إحنا كان الوضع عامل إزاي ومن المهم أن نفتكر ونتخيل طب لو كانت هذه المناطق فضلت حتى هذه اللحظة كان حيبقى قدئ معاناة أهالينا اللي كانوا سكنين فيها وده كان يعني عمري ما حانسى كلمة سيادة الرئيس إحنا ما ننمش وإحنا لازم نسابق الزمن عشان نبني وحدات بديلة لأهالينا اللي عايشين في هذه المناطق والحمد لله النهاردة فعلاً استطاعت الدولة المصرية إنها تنهي مشكلة المناطق الغير أمنة بالكامل ده شكل للتطوير اللي بيحصل على مستوى المينيا من تطوير الكورنيش تطوير الميادين العامة وده المشروع زي ما قلت لحضراتكم سكن كل المصريين مدينة المينيا الجديدة زي ما كنا بنشوف فيها 24 ألف وحدة ولكن هنا أيضاً تطوير عواصم المحافظات في قلب المدن عندنا نموذج جديد حضاري بنعمله في الأراضي الخالية اللي أمام ملوكة للدولة بننشئ وحدات سكنية أيضاً والنهاردة وصلين لحوالي 1900 وحدة يعني إن شاء الله بيكتملوا في خلال الأسابيع القليلة القادمة بتكلفة 3 مليار وده مدينة المينيا الجديدة آخر مشروع تنفذ ولكن المينيا الجديدة أيضاً وده يمكن الرؤية بتاعت الدولة المصرية إن بتنتقل للمدن والمجتمعات الجديدة المنشآت الرئيسية للدولة وده يعني فرع البنك المركزي النهاردة اللي بقى موجود في المينيا وأيضاً مدرية الأمن الجديدة اللي أنشئت واكتملت في المينيا الجديدة عشان تنقل من مدينة المينيا وتبقى فعلاً في كل المدن النهاردة بتتعمل على أعلى مستوى من الخدمات مدينة ملو الجديدة وده تاني مدينة جديدة ومن مدن الجيل الرابع النهاردة بتنشأ فيها أكتر من 16500 وحدة النهاردة علشان برضو تستوعب ما يقرب من مليون نسمة من أهالي المينيا ترجمة نانسي قنقر